موسيقى هذه خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل طرد المخالفين يعني يوجد الكثير من الوافدين بدون شرط الإقامة عندهم أو من تهية هذه الشرط تجهون إلى أماكن محددة ومناطق محددة خطوة وزارة الداخلية بالتحديد على منطقة البتاوين وتنظيفها وجهد استخباراتي كان قوي عادت هذه المنطقة الترافية إلى سابق عهدها والله نشوفه أنه دور جداً إيجابي سيساعد على استقرار الوضع العملي بالعاصمة بغداد ونعكس بالإيجاب على جميع مدن العراق والله هو عمل جيد جداً وتشكر عليها وزارة الداخلية وبالأخص لسيد وزير الداخلية على هذا العمل الإيجابي الذي تابع المجرمين والخارجين عن القانون في مناطق البتاويين وغيرها وإن شاء الله تصفى كل بغداد والمحافظات العراقية من هكذا الناس الزمر حياكم الله ملخص القصة سيناريوهان الأول دخول مشروع بفيزا سياحية وبعد انتهاء مدة الشهر تسقط الشرعية وتتحول إلى عكسية والثاني دخول غير مشروع من منافذ غير رسمية وفي الحالتين عمالة إجنبية غير قانونية تتلاقف فرص العمل وتنافس العمالة المحلية وما تفسح مجال المنافسة في القطاعات والمراكز التجارية إلى أن جاءت الدورية تبحث عن المخالفين في شوارع منسية فهل ستنتهي القضية؟ أموال التسجيل لا تصل لأبواب العمل وأربابهم يتعمدون الزلل والحملات الحكومية تتكرر دون استجابة تذكر أما الشركات الاستثمارية فلا نسبة تشغيل العراقيين ولا طاعة للقوانين والجزر الوسطية خير شاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أثناء الأول سيكون حول حملات وزارة الداخلية وعمليات بغداد بشأن القبض على العمال الأجانب المخالفين وأبرز الإحصاءات بشأنها وراح يكون معنا المتحدث باسم وزارة العمل وشؤون الاجتماعية الأستاذ نجم العقابي هياك أهلا وسهلا أستاذ نجم بصراحة ما هي أعداد العمال الأجنبية في العراق؟ الحقيقة لوزارة لا تمتلك يعني عدد عمال الأجنبية غير شرعية هنا فقط المسجلين والحاصلين على رخصة عمل يعني بحدود أكثر من 42 ألف عامل الأجنبية وحاصل على رخصة عمل أما بصورة عامة هاي ضمن مهامنا يعني أعتقد من ضمن مهام وزارة الداخلية هي التي تمنح البيزة أتى نعرف أعداد العمال الأجنبية الغير شرعية إلى ماذا تستندون بتوظيف العمال الأجنبية في العراق؟ يعني حضرتك قدت 42 ألف الرقم مو قليل لا طبعا هذا العدد زياد ونقصان إحنا اليوم العامل الأجنبي لم يدخل للعراق ويمنح رخصة عمل راحية لمدة سنة مرات السنة تنتهي وما راح يجددها وما هذا أدى نقصان هذا العدد وبالعكس الحقيقة احنا اليوم وزارة العمل وشوشما وضعت آليات محددة خاصة في هذا الملف حتى نطبق قانون العمل النافذ هو رقم 37 لسنة 2015 المعني بتجريل 50% من عمالة الوطنية قابلها 50% من عمالة الأجنبية ومو بس هذا احنا اليوم لا نسمح بدخول العمالة غير الماحرة يعني فقط العمالة الماهرة ومو بس هذا نبحث فيه قاعدة بيانات دارة العمل والتدريب المهني يعني ايش تقصد بالعمالة الماهرة 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 تمتلك هذا الاقتصاص أنا إندي ما متوفر فيه قاعدة بيانات وزارة العمل والتدريب المهني احنا قدنا اليوم اكثر من مليون سبعمائة الف باحث من جميع الاقتصاصات من صحاب الكفاءات من الجنسين فقط اذا اعتذر المرشح لهذه الوظيفة يسمح بدخول العامل الماهر وايضا ترفق شهادة الخبرة مصدقة من قبل الوزاعة الخارجية او من قبل السفارة العراقية شون هذا الكلام اصدنا اليوم المواطن يسأل يقول لك هذا البنجلاديشي هذا النيجيري هذا السوري معقول هذا عنده مهارة اللي دخل بها للعراق انا اتحدثت الان وضعنا الاليات مقيدة ومحددة يعني الان في هذه الاوقات خاصة اما انتشرت العمالة بصورة واسعة يعني هو شون يأتي يدخل العراق يأتي بصيغ مختلفة بين كل فيزا سياحية او دينية بعدين اتهرب الى سوق العمل هاي الطريقة وين الضوابط والسرعة هاي هناك احنا عمل مشترك بيننا وبين وزاعة الداخلية وخاصة ذات الاقامة الكل يعرف اكوا حملات كبيرة هي بدأت ضد هذه العمالة يعني حتى اكوا بعض العمالة منعناها من دخول العراق من سنة الفين وعشرين عدم السماع لها اضافة لذلك طالبنا وفتحنا نافذة الكترونية بعد الصحصال موافقة مجلس وزراء على تصحيح المصار القانوني لهذه العمالة طيب الآن ارحب بمدير مديرية شؤون الاقامة اللواء حسين اليساري حياك الله سيادة اللواء سهلا سيادة اللواء تأخرت علينا عسل المال اخير ان شاء الله لا ما كنت احوى جزء من التأخير هو يمكم هنا النداء يعني المفروض انتم مؤمنين الدخول بحيث ندخل مباشرة يعني ينادي وانتظر حياك الله وسامحنا وخلينا نبدأ بملف الحلقة ما فاتك هواي سيادة اللواء نتحدث عن العمالة الاجنبية بالعراق بصورة عامة العمالة الاجنبية انتشرت استاذ نجم ذكر 42 ألف عامل في العراق شنو السبب احنا بالنسبة لدخول العمالة الاجنبية يكون عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي قانون العمل رقم 37 لعام 2015 نعم احنا عدنا 102 بالعراق 102 شركة متعاقدة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستقدام العمالة فيما يخص الرجال والنساء طبعا النساء تكون عن المدبرات المنزل واكثر شيء من الدول الأفريقية يعني هاي المدبرات تستقدم للعمل داخل العراق عن طريق هاي الشركات يعني حاليا ما يخلو بيت من العراق خاصة بغداد من وجود هذه العاملات هذه الشركات عملها منظم وفق ضوابط قانون العمل تستقدم هذه العاملات بصورة قانونية ونحن بمديرية الإقامة نسوي لها إقامة سنوية طبعا بها إجراءات هي تحويل كفالتها إلى شخص عراقي من الشركة إلى الشخص العراقي وتمنح إقامة لمدة سنة وتجدد طبعا بالنسبة إلى الرجال أيضا نفس الضوابط يعني ضوابط وزارة العمل وزارة العمل هي اللي تحدد كيف تمنح إجازة إذن العمل بداية من ثم إجازة العمل للعامل العربي أو الأجنبي العمل بالعراق وفق ضوابطهم هم وفق رسومهم هذه العمالة المنظمة طبعا اللي إحنا وياها العمالة بالعراق يجب أن تنظم نحن كمديرية إقامة نقف بالغد بشكل مطلق من العمالة الأجنبية العشوائية لكن سيارة اللي هي غزة بغدار غزة العراق بشكل مخيف نعم نعم موجودة حاليا نحن مديرية الإقامة وبإشراف مباشرة من قبل معالي وزياد الداخلية المحترم نقوم بحملات مستمرة للقبض على المخالفين من الأجانب لقانون الإقامة وقانون العمل ويتم ترحيلهم إلى بلادهم الإحصائية اللي وصلت حاليا عندنا لغاية اليوم اللي تم ترحيلهم طبعا 4658 مخالف أجنبي يعني من يوم 1-1-2024 لغاية اليوم اللي تم ترحيلهم 4658 مخالف أجنبي بينما في عام 2023 وصل العدد الـ 8945 طبعا العملية الأخيرة النوعية اللي قادها معالي وزير الداخلية في منطقة البتاوي وهذا اللي أريد أسألك عندي ما هي الأرقام التي سجلت بحق المخالفين في عملية البتاوي اللي سجلت طبعا العملية استمر ثلاثة أيام بقيادة السيد الوزير بالاشتراك مع كافة القاطعات وكانت مديرية الإقامة لها اشتراك فاعل بالموضوع إحنا قبضنا على 608 608 مخالف أجنبي لقانون الإقامة ليس قانون العمل يعني إحنا اللي قلناهم كانوا ذرا متواجدون هؤلاء كانوا متواجدون يعني بس فهمني حضرتك من تقول مخالفين لقانون الإقامة يعني إجاب فيزا سياحية طبعا وبعدين انتهتوا بقابل عراق طبعا إحنا نمنح حسب قانون الإقامة نمنح 11 نوع من السمة 6 من هذه السمات هي تمنحها مديرية الإقامة و5 سمات تكون مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تمنح لفئات خاصة هذه السمات كلها محددة بفترات الوقاع يعني السمة الزيارة المدة شهر السياحة المدة شهر للطرارية لمدة شهر للمتعايدة لمدة شهرين إذا تجاوز هذه المدة وما مدد يعني عندنا السمات كلها تمدد لمرة واحدة تمدد برسم مضاعف إذا ما مدد لا طبعا أكيد راح يعتبر مخالف فهؤلاء مخالفون لقانون الإقامة شنو عقوبة المخالف؟ طبعا غرامة 500 ألف دينار ومن ثم يبعد إلى خارج العراق وأكو أمور تترتب على هذا الإبعاد اللي هي منع دخوله لمدة سنتين نحن نجد نرجع على موضوع العمالة وآثارها العمالة إذا ما تنظم وفق ضوابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيها أضرار الأضرار بيها أولاً راح تكون استنزال في العملة الصعبة من داخل البلد أضرار صحية قسم كبير من هؤلاء خاصة الأسيويون من يتحمل مسؤوليتها سيادة اللي وقت؟ يعني كمسؤولية هي تحمله هو نفسيتي يعني مخالف لأن الدولة سمحت إلى بالدخول للعراق بسمة زيارة عندنا المادة عشرة أولاً الغرض من دخول يجب أن يحدد الغرض من دخول الزيارة أي أجنب يدخل بالاستمارة يحدد الغرض يعني الغرض من زيارة عطبات المقدسة يجب أن يلتزم بهذا الموضوع سياحة أثرية يلتزم بهذا الموضوع زيارة أقارب يلتزم إذا خالف هذه الشروط هذه المادة اللي هي الغرض من الزيارة راح يدخل فيه مخالفة قانون الإقامة وإذا تخلف ويصاحبها أيضاً تخلف وتأخير عن المغادرة صارت عنده مخالفة هذا مديرية الإقامة تتخذ به الإجراءات حول إبعادها خارج البلد طبعاً إضافة إلى الأضرار الصحية يعني يقسم خاصة الأجانب الآسيويين دولة مصابين بأمراض معدية سيستطيع أن يفحص قبل أن يأخذهم للإرام؟ نعم نعم أعتقد أن يفحص الكابد الفيروس؟ نعم نعم التهاب الكابد الفيروس الذي هو هذا مرض معدي مصحي؟ نعم مرض معدي وخاصة بالأماكن السياحية يعني مثلاً كافيات المطاعم وكذا لأن هذا واحدة من وسائل الانتقال مالتها هو اللعاب والسلايفة خاصة أنه إحنا كافة البرافق الصحية مالتنا حالياً تتوفر بيها النار بي نعم اسمح لي أن أتوجه بسؤالي أستاذ نجم الآن سيادة اللواء وضح كل شيء فيما يتعلق بوزارة الداخلية الآن أسأل حضرتك أعداد مضاعفة تدخل العراق يا ترى هذا إقبال من الشركات العاملة في العراق خاصة في مجال القطاع الخاص وين الإشكالية؟ من يمنحهم سمة الدخول والعمل في العراق؟ الحقيقة مثل ما ذكرت اليوم لدينا أكثر من 42 ألف عامل وهو حاصل لقصة عمل يعني مجال نحن الفترة الأخيرة وضعنا آليات محددة حتى نحد من هذه العمالة الأجنبية يقولي هذا لا يسمح اليوم بدخول غير العمالة الماحرة عندنا اليوم مليون سبعمائة ألف باحث عن عمل من مختلف الاقتصاصات ليس فقط هذا حتى وزعنا سمارة استبيان للشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الحكومة حتى نطلب منه ما هو الاقتصاص اللي يرغب بي راح نسوي عندنا مراقب تدريبية في بغداد والمحافظات نزج الباحثين نزج الشباب هذه النقطة وضحت ليها ما نسبة العراقيين المشاركين في الشركات الاستثمارية في العالم؟ نحن القانون العمل النافذي رغم سبعة ثلاثلين لسنة 2015 تشغيل خمسين بالمئة عمالة وطنية قابلة خمسمائة عمالة المتعاقدة ليس فقط هذا قالت هناك لدينا مشتركة أيضا مع وزارات داخلية حتى نزيد هذه النسبة اليوم نسعى إلى تشغيل سبعين بالمئة وأكثر من سبعين بالمئة عمالة وطنية معمول بها بالاستثمارية نعم يقابلها ثلاثلين عمالة أجنبية محلية وثلاثلين أجنبية الحقيقة الكل يعرفين حتى هذه الحملات التفتيشية على هذه الشركات الاستثمارية هي مو بس حصى العمالة الوطنية العراقية إلا العمالة الأجنبية حتى هذا ما مشمول بالضمان الاجتماعي بداخل البلد لا يشمل هنا داخل العراق بقانون الضمان الاجتماعي لهذا يوجد إجراءات ويوجد تعاون مشترك بين وزارات الداخلية وخاصة ندات الإقامة اليوم من كلها تبحث عن فرص عامل وإحنا شرعنا القوانين مو بس العمالة الاجتماعي عند قانون التقاعد وضمان الاجتماعي قانونهم جدا بمتيازات هذا بدأ العمل بي كبيرا إن شاء الله خالي اليوم بس مجلسور الدورة صادق على التعليمات والآليات راح نعمل بي راح نعرف العامل في القطاع الخاص شيني حقوقها اليوم رب العمل طبعا دائما العامل يفعل عن فرصة عمل ولهذا الكثير منهم خالف صحاب العمل يخوف العامل لهذا أقوية نسبة محددة يتفحها 12% صاحب العمل و 5% العامل العامل يتحمل الاثنين يعني 17% ولهذا هذا خطأ كبير جدا خطأ من منه لدينا جراءات كبيرة على صحاب العمل المخالف كثير منهم حقيقة لدينا جراءات وصلت إلى فرض غرامات كبيرة جدا نحن من مجرد وصول التعليمات من مجرد المصادقة راح عندنا تعاون أكيد مع وسائل الإعلام ومن خلالكم أيضا حتى نعرف العامل هاي حقوقك حتى لا يتقوم فأكو إجراءات حقيقية إن شاء الله سيادة اللواء شن هي شروط استحصال الإقامة وبصراحة أتحدث معك لدينا نشوف ظاهرة المجادي بالترافيك لايت بهالنسبة يكون كلهم من السوريين أو اللبنانيين مع احترامي للجميع سيادة أنا أحب يعني أن أجاوب حضرتك من السؤال اللي بديت ردد حاليا بالشارع يعني يعني لماذا دخول الأجانب يكون بهذه الصورة بالنسبة للعراق إحنا أول مرة لازم نحدد الطرق اللي يدخل بيها اللي أجل بالعراق إحنا عدنا موضوع الزيارات الدينية والزيارات السياحية والأثرية يعني خاصة على قسم السياحة في مديرية الإقامة عدنا إقبال شديد من الأجانب حاليا للدخول وراح نطيس الساعة إحصائية مثلا عدنا الأجانب اللي دخله والعراق عام 2023 يعني رقم مهول وهو 8 ملايين 8 ملايين و705 و185 أجل عدتك جدا كبير شنو كانت أهداف زيارة للعراق دخل دخله للعراق بقصد زيارة زيارة دينية زيارة دينية زيارة دينية والزيارة السياحية حاليا نحن عدنا إقبال من الدول الأوروبية لدخول إلى زيارة المناطق الأثرية خاصة بعد زيارة البابا للعراق اللي يطلع على المعالم الأثرية استقرار الوقع الأمني في العراق نعم لدخله بالزيارة الأربعينية فقط لهذه الزيارة الأخيرة الدخل لو عندنا 3 ملايين وستمية وأربعة ألف 3 ملايين هاي فقط بالزيارة الأربعينية إضافة إلى الزيارات الأخرى الموجودة عندنا الزيارات المليونية الدينية تدخل ملايين من الزوار الأجانب إضافة إلى عندنا زيارة الأقارب يعني عندنا والأصدقاء العديد من العراقيين هسن صار عدتهم أصدقاء بعد سقوط النظام بالدول العربية والدول الأجنبية وجهولهم دعوات زيان وهذه كلية تحضر لزيارة العراق بما أدى لأنه ارتفاع العدد في عام 2023 لثمان ملايين وسبعمية وخمسة ألف وأكثر بعد كان هذه نقطة إيجابية للعراق نعم هاي نقطة إيجابية لأن احنا عدنا من مصادر تمويل الموازنة في كل عام من مصادر تمويل الموازنة هي رسوم التسمات التي تحصصها وزارة الداخلية من الأجانب بل سم من دول مثل ما هسا عدنا مردود إيجابي جدا مهم من دخول الأجانب التي هي سمعة العراق مكانته اطلاع الأجانب على وضع العراق الموجود حاليا أكوأذن تظهر يظهر سايد إفكس بهذه العملية وهو قسم من الأجانب يتخلفون من بعد دخولهم أعدادهم صارت بوائي بالعراق بعد انفتاح الاقتصادي العظيم اللي صار بالعراق ومرور هذه الدول بأزمات اقتصادية أدى إلى أنه توجه عظيم من هذه الدول لحضور العراق إلى العمل بس من الأجانب يدخلون عن طريق إقليم كردستان وخاصة عن طريق التهريب منافذ حدودية رسمية لغير رسمية لا 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 أكو بيهم غير رسمية يدخلون على كردستان ويستربون على المحافظات الأخرى ونحن نلطق القبض عليه يعني فقط بعملية البتاوين أبعدنا إلى كردستان 240 واحد بدفعة وحدة 240 شخص 240 سوري طبعا كلهم سوريين داخلين للإقليم ولازم يستقرون بالإقليم وتسربوا المحافظات المحافظات الأخرى الوزارات والهيئات العراقية أيضا تستخدم عمالة عمالة مقاللة تستخدم خبرات تستخدم فنيين تستخدم عمال ذولة نحن نمنحهم سمة دخول متعددة لمدة سنة طيب سياحة اللي وقع وسم من هؤلاء يستربون من هاي الأماكن هو هاي اللي يستربون يستربون من هاي الأماكن لأن يحصنون فرص عمل أفضل من خلال الأجانب الأصدقائهم الموجودين هلسه بالمطاعم وكذا ويشتغلون يسوون كونتاكت اتصالات وياهم طيب وفروا لهم فرص دولة يستربون من هاي الأماكن أتكم نسبة عن العمالة الشرعية والغير شرعية في العراق؟ طبعا عدنا العمالة الشرعية هي فقط اللي ما أخذ موافقة وزارة العمل الشرعية ما قد عدتهم؟ يعني أنا موجودة عدنا اقترب 42 نعم هذه هي مشتركة بيانه سواء عرب أو أجانب هذا العدد يزداد مجموعة لأنه بصراحة يعني اتصالكم جاء متأخر فما أجب تلعصائيات احصائيات كاملة ترتب غير حلق قاسيات اللي وقت تفضل يمنى ونتحدث عنها بمدار تفصيل بس إحنا العمالة المنظمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما بيها أيضا ما بيها أيضا أبدا أساد نجم لأنه صارت لجنة مؤخرا بأمر دولة الرئيس سبري أستري آسات مدير الإقامة وعضوية مدير عام العمل ومدير عام المخابرات والمخابرات ووزاة التجارة وضعنا ضوابط جدا ملزمة ومحددة ومشددة في موضوع العمل وإن شاء الله حصت المصادقة عليها يستيقلون الإجراءات روتينية ومتعبة سيادة أيها يجاوب عليها لا لا بالعكس نحن هذه الآليات يعني أصحاب العمل دائما هي ببداية تطبيقنا هذه الآليات يعني اشتكي أصحاب العمل هواي أكو شكا لا وليش حتى نحد من هذه العمالة حتى نطبق القانون العمل بصورة واسعة لهذا ما نسمح بدخول غير العامل الماهر يعني مو بس هذا نحن عدنا مختلف الإختصاصات لا جميع الإختصاصات حتى لو ما عدنا مثل ما ذكرت وزعني السمارات تستبيان للشركات أستاذ نجيم الإقامة مليانة أموال نيجيرين ويقول لك هذا تغيير ثقافي للعراق احنا صحيح من نجيب الهاوس كيبر للبيوت العراقية لكن هذا رح يطعن بالثقافة وقد تكون بها ومشاكل هو أكثر شيء سعى لها مدبرات المنازل بصورة واسعة هذا أكثر شيء مدبرات المنازل ما يحتاج أنا أبحث في قاعدة في بينات العمل وتدي مهني هذا ما يحتاج لا فقط يعني الاقتصاص ما موجود خاصة في الشركات خاصة نحن في الشركات الاستثمارية يعني المتخصص أكثر شيء بصناعة النفطية اليوم الشباب كلها تفعل عن فرص عمل ولهذا طلب منهم ما هو الاقتصاص حتى ندربهم ونحيهم الأجنبية تتنافس العمال العراقية اليوم الشاب العراقي مجا يلقى لشغل لأنه السوري واللبناني والبنجلادي شيء وغاية الدول موجودة بكثرة تعمل في عمال بسيطة في المرافق الحياتية المطاعم يعني الحلاقة يعني الكافتيريات مو يعمل في شركات وفي صناعات مهمة جدا لا شكت نسبة تشغيل العراقيين بشركات الاستثمارية الأجنبية نحن اليوم نحن طبقنا وموجود القانون 50 مقابل أما شركات الاستثمارية لا راح يوصل أكثر من 70% يعني بحدود 75% عندك أحصائية دقيقة يعني كعدد العمالة الوطنية العراقيين في شركات الاستثمارية الأجنبية يأكيد بالألاف يعني بصورة يعني كرقم لا بس هي بالألاف وهنس ازدادت إن شاء الله خلال فترة المقبنة طيب يعني نحن هم من طالب من خلال برنامجكم استثمارية وحتى على الوزارات أنا أكيد إحنا لدينا حاملات إحنا بديناها ببغدار شنو مشكلتكم يا وزارة العمل يعني شون ما يطبقون أبداً أبداً ما عندنا أي مشكلة بالعكس إحنا تعاوننا 100% يعني وياهم وإحنا نطالب إنه إحنا ندعمين وزارة العمل أنا دعم الوزارة العمل أنا أطالب أنه تكون العمال الأجنبية وزارة الداخلية دعم عمل العمل الملف المهم هو العمل شهر الساد أو ثلاثة شهور حتى يراجع وزارة العمل حتى حصل على رقصة العمل أبطيناها لمدة السنة المشكلة أخذر لرقصة العمل ما السنة انتهت ما راجع الوزارة طيب إذن خالف هنا في هذا الموضوع إذن سيادة اللواء ما هي شروط استحصال الإقامة في العراق حضرت قليل السمات نعم ما وضحت لها السمات تختلف عن الإقامة بالنسبة للسمات الدخول اللي نحن نمنحها هي سمة الدخول الاعتيادية وطبعا هذه تبنى عليها الإقامة وتخول حاملها وهي تبنى وفق شروط معينة نعم هناك شروط عامة وشروط خاصة بالسمات هذه تخول حاملها البقاء بالعراق لمدة شهرين سمة الزيارة والسياحة والسمة الضرارية تخول حاملها البقاء بالعراق لمدة شهر سمة المرور وسمة المرور بدون توقف والسمة السريعة هذه كلية تتخول حاملها البقاء بالعراق لمدة شهر وكلها قابلة للتمديد ممكن أنه يقدم طلب بكفالة عراقي ونمدد له لمدة شهر شهر آخر قسم منعته أن نذن السمات اللي هي سمة الزيارة وسمة السياحة ممكن تعديلها لسمة اعتيادية حتى يمنح عليها الإقامة نجي على الإقامة الإقامة طبعاً حدثها القانون وفق المادة 9 وفق المادة 19 وفق المادة 21 تمنح الإقامة ل وفق المادة 9 أما الاتحاق برب الأسرة أو ولي أمره للأجنب الهناء لأبوه مثلا موظف أو طالب حوزة علمية أو طالب جامعة بالإمكان أنه يستقدم عائلته ويمنحون أيضاً إقامة بالنسبة للطلاب الإقامة التي قد مدتها في العراق هذه المادة سنة سنة قابلة للتجديد كل الإقامة تمنح قابلة للتجديد بعدام المبرر هناك مبرر قانوني موجود تتجدد الإقامة أيضاً نمنح الإقامة لكل شخص أجنبي حاصل على إجازة عمل من وزارة العمل وشون نمنح إقامة لمدة سنة وإذا جددت الإجازة من وزارة العمل أيضاً ستتمدد الإقامة إحنا الإقامة بالعراق يترتب عليها تجمس هذا موضوع خطير طبعاً ترتب عليها تجمس لا تنطون جنسية دولة العراقية لا تنطي جنسية بسهولة لا لا بالعكس لا تمنح الجنسية خمس سنوات إقامة متواصلة ومستمرة وبدون انقطاع إذا كان مزوج عراقية أو أجنبية مزوج عراقية تتجمس أجنبي موجود بالعراق لمدة عشر سنوات إقامة متواصلة ومستمرة ومتتالية وبدون انقطاع عشر سنوات يمنح الجنسية العراقية لماذا لا يمنح الجنسية يمنح الجنسية العراقية مزين هوي أكل لبس بهذه النقطة سياتلي هوي أكل لبس يعني من قبل المتلاقي والمشاهد يقول لك الجنسية العراقية ما تمنح بسهولة لا نقدر أن نضيح إحصائيات نحن قد منعنا الجنسية العراقية من بعد السقوط لحد لا شكت حب يعني موجودة مدير شؤوني الجنسية قبل ما أكون مدير إقامة فمطلع طبعا هو كان شغلي أنا التجنس التجنس موجود أيضا نحن نمنح الإقامة السنوية لطلاب الجامعات والمعاهد الأجانب الملتحقون بالدراسة بناء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التركيز أكو تسهيلات للمستثمرين في العراق؟ طبعا طبعا القرار 245 لعام 2019 هذا منح تسهيلات جدا ممتازة للمستثمرين ومدراء الشركات يعني أي أجنبي مدير شركة هنا في العراق يمنح سمات دخول متعددة بالمنفذ الحديث ومن السفارات تشجيعا للاستثمار خاصة الآن دولة الرئيس يعني ينطي دعم جدا قوي سبورت للشركات الاستثمارية في موضوع منح سمات الدخول المتعددة إلهم منزيل من السفارات العراقية تخوير الساد السفراء صارت عندنا اجتماعات مع وزارات الخارجية بهذا الموضوع صارت تسهيلات للمستثمرين أنه يمنحون سمات دخول متعددة في منافذ الحديثية وفي السفارات التسهيلات موجودة تسهيلات موجودة أستاذ نجم شن هي العراقية التي تواجهكم بحضور سيات اللواء ممكن نطرحها بشكل شفاف يعني فيما يخص هذا الملف بالضبط لا العراقية هي كانت كثير من العمال هي مخالفة بهذا احنا فتحنا نافذة الإلكترونية حتى نصحح المسار القانوني بهذه العمالة الحقيقة بعد استحصار موافقة مجلس الوزراء يتقدموا بحدود أكثر من 12 ألف من أصحاب العمل حتى تصححون هذا المسار راجعونا 9 ألف ولهذا احنا اليوم موزاة العمل إن شاء الله احنا اطلقنا عام 24 من أصل شقد ذولة؟ يعني شو من أصل؟ يعني من أصل هذول شقد اللي يراجعوكم من أصل شقد 12 ألف هذول ايه فتحناها مرتفين طبعا ذكر الشهر الثاني هي 15-12 كانت آخر يوم وتم أغلق هذه النافذة هم 12 ألف اللي يقدموا احنا جقد عدنا شونو جقد عدنا احنا جقد عدنا هنا لعمال كعمالة أي يعني كعمالة أي الـ 12 ألف قدموا مليون سبعمائة أدف أحنا نسجدين في وزاعة العمل في قاعدة بياناتنا إراقيين 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 طيب معتكم أي معرقلات أخرى أستاذ نجل؟ من هاي الناحية لا الحمد لله والشكر بعد وضع هذه الآليات المحددة وقتعان وثيق بين وزارة الداخلية ونحن مقبل مشاريع كبيرة جدا مستثمارية خاصة إن شاء الله مشروع التنمية هذا راح يستقطب آلاف يعني كمراحل هو أعتقد المرحلة الأولى 100 ألف عامل المرحلة الثانية راح يزاد العدن وضحة الفكرة إن شاء الله هاي الأمور كلها تنحل سيارة اللواء أكو مقولة بالشارع أنا أقولها لحضرتك بصراحة يمكنك أكو تحايل على القانون مثلا السوري أو اللبناني يزوج امرأة عراقية وبالتالي يظل هنا حتى تبقى هنا وفق شروط الإقامة شنو صحت هذا الموضوع؟ هذا الموضوع مو موضوع تحايل هذا واقع نحن بالنسبة للقانون والإقامة سمح للأجنبي اللي يزوج عراقي أنه يحصل على إقامة متتالية ومستمرة لمدة ثلاث سنوات بس هذا الزواج مو يروح يجيب مثل ما بالشارع يحكى أنه يروح يجيب عقد السيد هذا الموضوع هذا الكلام مصح أولا لازم يكون العقد صادر من محكمة أحوال الشخصية في محاكمة الأحوال الشخصية في العراق إذا كان خارج العراق في سوريا يجب أن يكون أيضا صادر من محكمة الأحوال الشخصية في سوريا ومصدق من السفارة العراقية ومصدق من الخارجي العراق ومن ثم هذا العقد يجب أن يسجل في سجلات الأحوال المدنية يعني في بطاقة الوطنية لازم نحن لا نمنح إقامة أبداً إذا ما يسجل هذا العقد داخل سجلات سجلات الحوالي المدنية السابقة وحالياً في بطاقة الوطنية ويناخذ صورة قيد الكترونية مثبتة فيها أن هذه الزوجة السورية أو هذا الأجنبي زوجة العراقية سجل عندنا بالسجلات ولكنه لا يسجل كعراقي يسجل بالسجل بأن هذه المرأة متزوجة من السوري فلان من فلان مثبتها في سجلات الحوالي المدنية يعني بحاسبات الحوالي المدني سيادة اللواء هسأي أحد يسمع حضرتك سيادة اللواء هسأي أحد يسمع حضرتك سيادة الرجل سيكون هذا الشيء مدرج ومثبت في صورة القيد الكترونية التي نسحبها نحن على هذه الأجنبي نبلل إقامة إذا ما العقد يسجل وأكو حادثة صارت تتصل شخص بي في اليوم أنه يمنح تمنح هذه المرأة السورية زوجته إقامة بدون ما ما قلت هذا شيء مستحق ما ممكن إطلاقاً وما يصير أبداً حضرتك قطيت كل التفاصيل للمزوجين من السوريات رح يسمعون حضرتك ورح يجنسون زوجاتهم لأنه كفيت بكل المعلومات سياتي أي يعني طبعاً لازم هو اللقاء يجب أن يكون مثمر يعني المعلومات اللي تعطى يجب أن يكون لكننا لحتاج من حضرتك حلقة أخرى لقراءة كل التفاصيل إن شاء الله شكراً جزيلاً مبارك الله موضوع الأجنبية زوجة العراقية طبعاً حالياً أكوفت حملة جداً قوية من العراقية لزواج السوريات يعني تقريباً خلال قراءة التقرير خلال شهرين من محاكم السورية سجلت 3700 حالة الزواج من العراقية من السورية هذه السورية ما تمنح إقاماً إذا ما تدخل عدنا بسجلات الأحوال المدنية أبداً وما تدخل بسجلات الأحوال المدنية إذا ما يكون عدها عقل زواج رسمي صادر من محكمة الأحوال الشخصية العراقية عقد رسمي من المحكمة نعم أو من محاكم الأحوال الشخصية السورية مصدق من السفرة العراقية مصدق من الخارجية وضحة الفكرة جداً مدير مديرية شؤون الإقامة اللواء الحقوق حسين اليساري حياك الله نورتنا في حلقة اليوم شكراً جزيلاً المتحدث باسم وزارة العمل وشؤون الاجتماعي نجم العقابي شكراً جزيلاً على كل ما تفضلت به من هذه الإضاحات شكراً جزيلاً نختم إياكم ملفنا الأول بأبرز ما جاء فيه منصة X حول ملف العمال الأجنبية في العراق مع زميل شايبانسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما تابعنا وياكم أبرز التغريدات على منصة X الآن نتابع وإياكم تقرير الزميل شايبانسان اللي رح يكون حول توصيات وزارة الصحة وتحذيرات الصحة النيابية ونقابة الأطباء بشأن تسجيل حالات بمرض الإيدس في العراق ونفتحه وياكم بتقرير لشايبانسان لينوتاب تفشي مرض العواز المناعي الإيدس في العراق ليرتفع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة المتحدث بسم وزارة الصحة سيف البدر يوضح للأيام عدد المصابين في عموم البلاد أعداد الحالات المسجلة بالإيدس منذ بداية الظهورة في ثمانينات القرن الماضي ولحد اليوم لحد هذه اللحظة هي تجاوزت الألفين إصابة كانت وما تزال ضمن مناطق ضمن أعداد التوطن المنخفض في العالم مقارنة بدول جوار العراق ودول العالم عموما معدل الإصابة السنوي حوالي أربعة أفوا معدل الإصابة السنوي 1.4 حالة لكل مئة ألف وعدد الحالات الموجودة هي بمعدل خمسة لكل مئة ألف وأكرر أنها ضمن مناطق التوطن المنخفض المرض الذي وجد لنفسه مساحة للانتشار من خلال مراكز التجميل الغير مرخصة وما تستخدمه من أدوات غير معقمة وتلك قد تكون وسائط لنقل التلوث من شخصا إلى آخر مرض انتقالي عدوى ينتشر عن طريق يعني عن عدة طرق لكن الطريقة الرئيسية منهم هو طريق الانتشار أو التنقل عن طريق المراكز التجميل الغير مرخصة على اعتبار أنه المواد أو الآلات التي تستخدم لعدة مرات لعدة مرضى وبالتالي هذا الأمر يسبب انتقال العدوى إلى أكثر من مريض ويعد العراق ذات التوطين المنخفض بمرض الإيدز لكن مختصون لا يخفون خطورته بسبب انتشار مراكز التجميل وصالونات الوشم والمساجل غير مرخصة وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من بغداد شابانسامي الأيام الفضائية ملافنا الثاني راح يكون من شعبة تثقيف المركز الوطني للسيطرة على العوز المناعي الإيدز وراح تكون ويانا الدكتورة السجاء شاكر العبادي حياتي الله دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة بصراحة ما هو موقف العراق من مرض الإيدز؟ تمام أولا مساء الخير عليك ست فراح وأشكر قناة الأيام على استضافتها للناس المعنيين بهذا الموضوع حياتي الله على نسبة الحقائق وننفي الإشاعات اللي ديت داولوها وسائل التواصل اجتماعي ممكن نقسم من القنوات الإعلامية عن قصد أو غير قصد يعني ممكن نعطي مقدمة عن مرض الإيدز أنا بدي تكون فتفكرة واضحة للجمهور مرض الإيدز رح استخدم مصطلح مرض الإيدز عوضا عن عدوى فيروس العوز المناعي البشري لأن إحنا الإيدز بالعلم هو مرحلة من المراحل للمرض الأخيرة لكن لي أن المجتمع يعرف بمرض الإيدز رح أبقى استخدم هذا المصطلح لنهاية الحلقة مرض الإيدز ينتقل عن طريق فيروس اسمه فيروس العوز المناعي البشري اللي هو من اسمه يستهدف الجهاز المناعي ويأدي إلى بالتالي يعني أنه الإنسان يعرف لأمراض انتهازية اللي هي بالأخير رح تأدي إلى وفاة إذا ما أخذ العلاج وإلى طرق انتقال طبعا محددة اللي هي أغلب الناس تعرفها اللي هو أولا عن طريق الجنس لكنه هو بس الجنس اللي يسموه الجنس الغير المحمي مفقط عن طريق الجنس الطريقة الثانية عن طريق النقل الدم الملوث بالفيروس الطريقة الثالثة عن طريق مشاركة الأدوات الجراحية الملوثة طبعا هذا المصطلح تندرج تحت مظلته كل الأدوات الواغزة والمحاقن الملوثة حتى الأدوات المستخدمة بالتاتو أو الحجام الملوثة طبعا نحن دائما نستخدم كلمة الملوثة مع هذه الأدوات من الأم الحامل المصابة إلى طفلها أيضا تنقله عن طريق الحامل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية طيب وآخر طريقة هي عن طريق زرع الأنسجة والأعضاء الملوثة هذه بكل بساطة طرق انتقال فيروس وضحت الفكرة جدا أكثر من 2638 حالة هاي يصرح بها وزير الصحة لجريدة الصباح طيب الرقم مو قليل دكتور تمام الأعداد التي تتداولها الوسائل للتواصل أو قنوات من فضلك مو وزير الصحة رئيس لجنة الصحة النيابي أنا أصحح هذه المعلومة تمام أنا ممكن رح أنطيش الرقم الحقيقي للإصابات اللي مسجلة في العراق هو 2230 إصابة حية لأشخاص يعني لا يزالون على قيد الحياة هذا الرقم هو بكل بساطة رقم تراكمي يعني مو رقم تسجل خلال سنة وسنتين رقم تم تسجيله منذ بدء البرنامج في عام 1986 ولحد الآن هذا رقم الإصابات التراكمية يعني مو إحنا خلال سنة وسنتين صار عندنا شيء إصابات الرقم طبعا هذا إحنا متوقعين أنه رح يزداد وهذه الأعداد التي تزداد بالبلد العراق هو إحنا مو معزل عن بقية الدول المجاورة كل الدول المجاورة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية تسجل زيادة بأعداد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شنو سببها؟ إحنا مجتمعات محافظة محافظة جدا هل نرجع إلى الوشم والوغز بالإبر؟ هو هذا سبب مراكز التجميل بسبب انتشار الإز في مناطق الشرق الأوسط؟ معظم أسباب تسجيل الإصابات الإز الموجودة بالمركز مالتنا هي عن طريق الجنس الغير المحمي لكن إحنا مثل ما ذكرنا أكو طرق انتقال هي مشاركة الأدوات الجراحية الملوثة تبقى تشكل خطر في نقل هذا الفيروس فإحنا دائما ننصح الناس أنه من تروح تزور لازم مركز يعني إذا تجميل أو مركز تاتو أو مركز حجامي يكون مرخص وهو كل شخص يكون واعي أنه هاي الأدوات اللي لا تستخدم هنه أدوات الشخصية أو هو إلا فقط مستخدمة وليست مستخدمة من قبل زبائن آخرين كانوا قبله يعني هذا مدور وزارة الصحة بإغلاق المراكز غير المرخصة والإبقاء على المراكز المرخصة حتى لا ينخدع المواطن يعني إذا هو مركز غير مرخص ليش ما تغلق وزارة الصحة؟ هو إحنا دائما نقوم بحملة غلق طبعا هو مو يعني مالتنا الواجب واجب الرقابة أو التفتيش لكن يعني هي تتقوم بتنفيذ يعني مهامها وواجباتها بغلق المراكز الغير المرخصة وتبقى بعد هي تنتهي مراكز شكت نسبة تسجيل الأطفال بمرض الإيدز وشون ينتقل عن طريق لهم؟ لحد الآن إحنا مسجلين سبع حالات إصابة يعني السبب الإصابة هو أنه من الأم الحامل المصابة إلى الطفل هنتقل هؤلاء السبع المسجلين عدنا لهذا إحنا يعني دائما نقول أنه الأمهات الحوامل يجب أن يفحصون في بداية الحامل ما لهم كل ما يكون تشخصهم مبكر كل ما يلتحقون بالعلاج بشكل مبكر راح يمنعون نقل الفيروس الإيدز إلى أطفالهم بالنسبة كبيرة حسنا إحنا وضع الإيدز في العراق طبيعي تحت الطبيعي لون السبتة عالية دكتور إحنا لحد الآن نعتبر ذات التوطن مخفض من البلدان ذات التوطن مخفض اللي هي إحنا حالنا حال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيعني لكن إحنا نتوقع هذه الإصابات طبعاً رح تبدي تزداد ليش تبدي تزداد دكتور؟ هو ممكن إحنا نوضح معظم الأسباب اللي هي تسبب الزيادة بهذه الإصابات سواء بالعراق أو بالدول المجاورة أهم الأسباب هو أنه ممارسة الوصمة والتمييز تجاه هذا المرض هذا المرض إلا محددات اجتماعية ودينية تمنع الناس أنه تزور المؤسسة الصحية على متفحص وتشيك نفسه أنه هي مصابة لأولا تمنع الأشخاص المصابين هما أساساً أنه يراجعون المؤسسة الصحية سيكونون خطر على المحيط الدائر مدائرهم دكتور هو إحنا لو ما عندنا ممارسة وصمة وتمييز بالمؤسسات الصحية ما رح يتردد المواطن بزيارة المؤسسة وهذا الشيء واحد من الستراتيجيات العالمية أنه نحارب الوصمة والتمييز على منذ السيطرة على الوباء شون نزلت الإصابات بالدول الأوروبية والأمريكية هسا أنت لو شوفين الترند الإصابات بهاي الدول دايبدي يعني ينزل مو معناها أنهما مدى يمارسون للعلاقات الجنسية الغير محمية لكن أكوزات عندهم غير ستراتيجيات للسيطرة على الوباء من ضمن هل محارقة الوباء اسمحي لي دكتورة فقط أن أرحب بالدكتور حسنين صفاء شبر نقيب أطباء العراق حياك الله دكتور دكتور أسألك عن تقييمك لوضع العراق بتسجيل حالات الإصابة بمرض الأيد الوضع مقلق له تحت السيطرة نعم لحقيقة نقابة طباء العراق هي مو بدرجة الأساسي جهة معنية بتسجيل يعني عدد الإصابات لكن نحن أيضا نتلقى تقارير من تقارير وأرقام من الملائنة في ودارة الصحة اللي فهمت من الأرقام اللي أعلمونا بيها أنه لحد الآن عدد الحالات ولا يمكن اعتباره عدد كبير أو عدد من خارج السيطرة طبعا لكن أيضا نحن لسنا من الدول التي تشهد تناقصا في الأعداد بمعنى أنه نحن عدد عدد محدود لكنه لا يتناقص وهذا بحث ذاته يعني المفروض يكون عليه عمل أكثر يعني من عدد التجاهات لعكس الوضع وتحويله إلى عدد متناقص يجعل المجتمع في أمان أكبر طيب يعني أريد أسأل حضرتك بصراحة تفشي الإيدز بسبب مراكز التجميل والوشم غير المجازة في العراق أو بسبب العلاقات الجنسية غير المحمية كما تفضلت الدكتورة للأدوات الملوثة وبالتالي نقلها للسليمين يعني شنو المشكلة دكتور بصراحة هو أكثر من عامل يمكن يعني الإشارة إلى في موضوع انتشار يعني الأشياء هي العامل المشخص في العراق دكتور نحن الحقيقة شنو المشخص في العراق من الثمانيين تدريد يعني أول هذه الأعداد تثبت عمليات نقل العوامل الدم وحاليا معروف أنه عمليات الممارسات الجراحية المختلفة لجرد صورة عامة بشكل غير آمن في مراكز التجميل أو في غير مراكز التجميل أيضا ممكن يكون عامل نقل خطير جدا صراحة طبعا بالإضافة إلى موضوع الممارسات الجنغ غير الأمن طيب دكتور بصراحة ما هي إجراءاتكم بحق مراكز التجميل والوشم غير المجازة؟ حقيقة نقابة طباء العراق نمت بجملة من الجراءات التفكيش والمراكبة ورفع الدعاوي خلال السنتين الماضية نقابة طباء العراق رفع 32 دعوة نعم يبدو أنني فقدت الاتصال بالدكتور حسنيا صفاء شبر نقيبة طباء العراق شكرا جزيلا على إحال على كل التوضيحات اللي حضرت قدمتها في ملفنا الثاني دكتورة سجم يمكن سماعتي على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأهالي وهذه الإشاعة انتشرت كنار في الهشيم والله أنا ما لقح ابني بالحسبة لأنه هذا اللقاح يحتوي على الإيدز شنورة تحضرتك؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم اللي يعني شاع الهلع والخوف بين الأمهات بين الأطفال بين الناس فإحنا من هذا المنبر من هذه القناة نحب نثبت الحقائق اللقاح غير ناقل لفيروس الإيدز بكل بساطة ليش؟ لأن اللقاح غير مصنوع من الدم أو مشتقاته هو فقط الدم أو مشتقاته هو سائل من السوائل اللي تبقل الفيروس للإنسان مثل ما تفضل أيضا أصرح بي السيد معالي وزير الصحة قال أن اللقاح هو أصلا ما ينقل الإيدز لأنه بكل بساطة هو لا من الدم مصنوع ولا من مشتقاته اللي صرح بهذه المعلومة يعني بالفعل خلى الناس يعني متلقح أطفالهم وهذا طبعا راح يسبب مشكلة وبائية أخرى أنه أنت تسيطر على وباء الحصبة وشخص آخر دي يزيد هذا الوباء يعني طيب فمن هذا المنبر يعني ولو هي الحملة خلصت يعني صار عشر تيام يعني طولت الحملة وخلصت بس الحمد لله احنا سجلنا نسبة تحقيق للقاحات تقريبا واحد وتسعين بالمئة ولكن أكو ناس يعني عزت عن هذا الموضع مو دكتورة هي انتهت أو ما انتهت الحملة المشكلة المشكلة بالوعي بالوعي لما اليوم يقول لك أي لقاح يعني لا قدر الله باشر واحتاجين أي لقاح آخر هم راح نتعرض لنفس الإشاعات أكيد لا يعني بكل بساطة أن وزارة الصحة يعني تستورد اللقاحات من شركات رصينة وعالمية فما ممكن أنه احنا نستورد وهو مثل ما تفضلت أنه هو اللقاح غير ناقل للمرض فيروس الإسلين الفيروس ما يعيش باللقاح بكل بساطة يعني ما يعيش بسائل اللقاح يعني في يعني أي لقاح هو أمين سين دكتورة شكت يعني رصدتم حالات مصابين بالإيدز من الوشن أو عمليات مراكز التجربة والله لحد الآن ماكو حالات مسجلة يعني أنه هي سببها الوشن لكن احنا نبقى نقول أنه الأدوات الجراحية الملاوثة هي سبب من أسباب نقل الفيروس معظم الإصابات المسجلة حاليا هي عن طريق العلاقات الجنسية الغير المحمية زين شون يعني يتم تشخيصها كشفها يعني يجي المريض يقول أنا مصاب وأنا عملت علاقة مثلا يعني شون يتم كشفها هو المرض وبكل بساطة ما بيأعراض وهي ناتق من خطورة المرض هيا نعم شكرا بالضبط فإحنا ندعو كل شخص يعني اتعرض لسلوك محفوف بالخطر أن يروح يسوي تحليل وهاي هنانا أيضا رح نيجي على الوصم نعم يمنون رح يروح يعترف يقول أنا سويت هيك عمل ولازم أراجب عاشد قيدج احنا عدنا خدمة بوزارة الصحات تسمى خدمة المشورة والفحص الطوعي طبعا نشرف على هذه الخدمة ناس مدربين كل الخدمة تقدم بسرية مجانية ما يمارس بها أي وصمة أي تمييز وبالإضافة إلى ذلك تنطي مشورة كاملة عن المرض وتقدم الفحص وبالتالي نستمد وراها أنه إذا كان موجب أو سالب يعني شون الإجراءات الوراها دكتورة سجة شون ننمي هذا الوعي اليوم لدى المواطن يعني مجرد ما يسمع بمرض الإيدز يعني العفو هو قد يكون ممنقول عن طريق علاقة جنسية ممكن أدوات مثلا جراحية سيئة ملوثة أو ممكن تواصلوا يا شخص مريض بطريقة اللعاب أو غير هذه الأمور اليوم إحنا عدنا رهبة من نسمع الإيدز نقول أعوذ بالله هذا سوف الشي موزن هذا الوعي شون نقدر ننمي أنه ممكن ينتقل عن غير العلاقات الجنسية المحرمة تمام ذكرتي حضرت مصطلح اللعاب أريد أذكر شنو الطرق اللي ما ينتقل بها الإيدز لأن هي من الطرق اللي ما ينتقل بها الإيدز لا اللعاب ولا العرق ولا الدموع ولا المصافحة ولا المعانقة ولا التقبيل الاجتماعي ولا حتى مشاركة أدوات الأكل يعني شرب أو الطعام ولا المسابح ولا العفو المراحيض ولا حتى الحيوانات الأليفة كلها هاي ما تنقل الإيدز جيد هذي معلومات جديدة طبعا هاي آني دائما أركز إنه هاي الطرق اللي ما ينتقل بها أريد أشياءها بين الناس عنا مدلي خاف من شخص مثلا لزم واحد مصاب عبالة عدم من عنده أو اللعاب من يشرب بغلاس أو فشي أو حتى رذاذ الفم ما ينقل الإيدز لح شنو اللي ينقلها دكتور؟ السوائل الرئيسية اللي تنقل الإيدز هي أولا الدم بصورة رئيسية السائل المنوي والمهبلي للأشخاص المصابين وحليب الأم من الأم المصابة هاي السوائل الرئيسية اللي هي تنقل الفيروس بكل بساطة فاتفضلتي حضرتش شون الزيد الواعي والتفكي يعني هذي معلومة قيمة من حضرتش لأنه هاي راح تشجع الناس على أنه متى تخوف من مريض الإيدز فتصبت مو هاي الدائجة يعني وأريد أقدم معلومة أيضا إن شاء الله بنهاية الحلقة هما تينا أكيد هوايا الناس مواعين إلها زي أجاوب حضرتش على مدهبوع التثقيف طبعا إحنا وزارة الصحة تبدأ جهود كبيرة لغرض السيطرة على الوباء سواء إجراء فحوصات سنوية يعني إحنا نصرف تقريبا ثلاث ملايين فقط لإجراء الـ HIV تيست نقدم الخدمات العلاجية للمصابين نوفر مراكز علاجية وإرشادية لهم نحدث أدلة العمل مالتنا وإلى آخرين من الخدمات برنامج السيطرة على الإيدز هو برنامج بالعراق أو بالعالم هو برنامج متعدد القطاعات يعني ليس فقط في وزارة الصحة لازم أكو وزارات أخرى تعنى بزيادة الثقافة والتوعية حول هذا المرافق طيب دكتورة باختصار حتى أنهي ملاف حلقت اليوم وصلتنا حالات للوافدين أو المقيمين في العراق من الخارج أتهم حالات إدز نعم طبعا تم تشخيص شهريا إحنا نشخص كذا حالا ويتم ترحيلهم والله تختلف من شهر الشهر بس يتم ترحيلهم يعني عن طريق الإقامة مباشرة مباشرة ما يبقون يعني بس ستفرح عريضة بس المرض الإيز تحول حاليا من مرض مميد إلى مرض مزمن ليش لأنه هناك علاج متوفر يسيطر على الحمد الفيروسي بس مشافي تماما يعني شون الأمراض المزمنة يأخذ المريض العلاج يوميا حبة واحدة ويعيش حياته طبيعية حالة حال الأشخاص غير المصابين شكرا جزيلا دكتورة على كل هذه التوضيحات كانت حلقة مثمرة جدا مع حضرتك دكتورة سجا شاكر العبادي من شعب التثقيف في المركز الوطن لسيطرة على العوز المناعي وما يعرف بالإيز شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات شكرا ختام حصاد نبي موجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم رئيسا الفرلمان بالنيابة والجمهورية يؤكدان أهمية دعم إجراءات الحكومة في تنفيذ برنامجه رئيس هيئة الحاج الشعبي يبحثوا مع الرئيس السوري ضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة مكتب السوداني يؤكد أن المذكرة الموقعة مع جايكا اليابانية تهدف لرفع كفاءة الشركات العراقية جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط أكثر من 2500 طن من الحنطة المهربة والتالفة وزير الصحة يطلق المؤتمر السنوي للبعثة الطبية للحج ويؤكد تخصيص بعثة متكاملة تتكون من 160 شخصا الحصاد انتهى شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة